أهلا بكم أحباء الكرام في الحلقة الماضية وفي إطار الرد على إجماع الفرق الإسلامية المبكرة على تاريخ الأمة في هذه الحلقة نعيد طرح السؤال الماضي ونرد عليه كيف يمكن استخراج الحقيقة النسبية؟ ففي أي مشروع بحث في التاريخ تبدأ عملية التنقيب على أرض الحدث من طرف متخصصين في علم الآثار أو حتى خارج أرضية الأحداث التاريخية التي نبحث عن توتيق لها عندما نتوصل بمعطيات عن هذا التاريخ سواء كانت مادية أو روايات شفاهية نبدأ بما هو أقوى وهي وجود وتيقة مادية ترجع لتلك الفترة المبكرة من الإسلام سواء كانت عند المسلمين أو غيرهم الغريب فيما يخص التاريخ المبكر للإسلام لا توجد وطائق كثيرة رغم أننا في القرن السابع الميلادي ومن المفترض أن توجد وطائق عديدة إذا كان التوتيق يشمل حتى قرض بسيط بين شخصين كما تفيد الآية 282 من صورة البقرة فما بالكم بالأحداث الكبرى عندما نحصل على وطائق تعود لتلك الفترة نقارن بينها فنبحث عن المشترك فيها للأسف لا توجد مثل هذه الوطائق الحقيقية عند المسلمين نجد فقط وطائق مزورة تكشفها عين المتخصص بسهولة مثل رسائل الرسول التي تحمل خاتم بطريقة الاستف يعود لعصر السلاطين العثمانيين قيل أنها ترجع للرسول نفسه وقد قدمت حلقة عن هذا الموضوع في برنامج صندوق الإسلام مع الأستاذ حامد عبدالصمد والمدهش أننا وجدنا وطائق عند غير المسلمين تعطينا ومضات بسيطة عن تلك الحقبة تنسف تماما ما جاء في الرواية الإسلامية في العصر العباسي وهذه الوثائق تعود للقرن السابع الميلادي كالحولية المارونية كما قلنا وتعليم عقوب دوكرينا جاكوبي وتاريخ خراق لبسيدي سيبيوس تتحدث عن غزو العرب لمنطقة شاسعة كانت تحت الحكم البيزنطي والسساني فالسؤال مطروح كباحثين هل نعتمد هذه المعلومات بحجة أقدمية هذه الوثائق كشاهد عيان الأحداث أم نأخذ بالرواية الشفاهية التي صدرت عن المسلمين أنفسهم ونضرب عرض الحائط الوثائق الأجنبية في ظل الصراع المصالح هناك درجات ترتيبية لتقييم الأحداث التاريخية الدرجة الأولى ألف تكون الحدث تاريخي الموثق في وقته يعترف به المنتصر والمهزوم ثم تأتي بعده الدرجة الثانية باء للحدث التاريخي الموثق في حينه من جانب واحد فقط فما اعترف به العدو من انتصارات لصالح خصمه هو أفضل من تشويهها له الدرجة الثالثة جيم للحدث التاريخي الموثق بعد فترة ليست ببعيدة عن الحدث تراعى فيه صاحب الوثيقة هل هو من فئة المنتصر أم المهزوم الدرجة الرابعة دال وجود رواية شفاهية غير مورطقة سواء كانت عند المنتصر أو المهزوم وهكذا يكون ترتيب درجات صحة تاريخية الأحداث للأسف عندما يتحدث الباحث من ناحية إيمانية عاطفية يقلب هذه الترتيبات رأسا على عاقب فتصبح الرواية الشفاهية المحملة باحتمالات زيادة ونقصان لصالح فئته هي التي تأخذ درجة ألف والوثيقة التي كتبت في ذلك العصر من طرف الأعداء هي في الدرجة الأخيرة لا يأخذ أو يعترف بها لهذا الحيادية مطلوبة في كشف الحقيقة النسبية للأحداث التاريخية نعود لموضوعنا تاريخية مكة فلا توجد كما قلنا أي وثيقة تصنف في درجة ألف أو باء أو حتى جيم غياب اسم مكة من الخرائط والعقود التي تعود لتلك الفترة لا عند العرب المنتصرين ولا عند غيرهم فما نجده فقط سوى رواية شفاهية وثقت في منتصف القرن الثاني بعد الأحداث وذلك في العصر العباسي كما قلنا وبالتالي اعتماداً على المنهج العلمي الصارم فهذه الأحداث المروية الشفاهية تأتي في الدرجة الرابعة حرف دال من حيث الصحة عندنا وتائق كالحولية المارونية والدكترينا جاكوبي تعطينا خلافاً لما تقدمه الرواية الشفاهية إذن نحن أمام خبر من درجة باء كوثيقة أمام خبر من درجة دال كرواية شفاهية فبحسب المنهج العلمي الصارم نرجح الخبر من درجة باء على نظيره من درجة دال ولا يراعى فيها إيمان الباحث أو الجمهور الذي توجه له نتائج البحث نرجع للحديث عن الفرقة المستضعفة التي تستخدم مبدأ التقية والكتمان من أجل البقاء ونطرح السؤال التالي فمتى تفصح هذه الفرقة على نواياها الحقيقية الجواب بالطبع عندما تزول المخاطر وتمسك هي بزمام الأمور حتى أتيح لها الفرقة المستضعفة أن تمسك بزمام الأمور في التاريخ الإسلامي وتقول كلمتها للكشف عن المستور أول تمكن لطائفة شيعية مستضعفة من الحكم كان في بداية القرن العاشر الميلادي أي بعد مرور ثلاث قرون عن بداية الإسلام وهي الدولة التي نشأت في شمال أفريقيا أي الدولة الفاطمية الإسماعيلية مما يفيد أن الدولة العباسية التي ترعرع تحت ضلها الفكر الإسلامي السائد بدأت هذه الدولة تضعف وتتقهقر وفي جو هذا الضعف وقعت حادثة هزة الأمة الإسلامية في بدايات القرن الرابع الهجري وهي هجوم فرقة القرامطة دائما نذكر على مكة وقتلهم للعديد من الحجيج وسباحة حرمة الكعبة في أوقات الحج الأكثر حرمة في أيام السنة فلا نجد سوى القليل عنهم وعن معتقداتهم ولكن هذه الحادثة كشفت عن مكانة مكة الحقيقية على الأقل عند هذه الفئة من الطائفة الشيعية الإسماعيلية فلو تركنا درب الحجاج بن يوسف تقفي للكعبة بالمنجنيق للقضاء على خصمه اللدود عبد الله بن الزبير كما تقول الرواية الإسلامية لنا أن نتسأل كيف يؤمن هؤلاء بالإسلام وقداسة مكة وشهور الحرم ويقترفون مثل هذه الجريمة الشنعاء تقول مصادر الإسلامية أنهم أخذوا الحجر الأسود معهم لوطنهم أكثر من عشرين سنة مما يفيد أن القداسة بالنسبة لهم تكمن في هذا الحجر وليس فيما كنفسها وإلا لما أخذوا معهم حجرا لا ينفع ولا يدور نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة